تسبب التوترات الجيوسياسية والتوترات والأزمات الأمنية في تركيا إلى المزيد من الضغوط على الاقتصاد التركي والذي يعاني بالفعل من الضغوط الطبيعية والتي تعاني منها الاقتصادات الناشئة في الوقت الحالي وطبعا السياحة التركية وتأثيرها الكبير على الاقتصاد التركي في هذا العرض نشاهد كيف دفع الاقتصاد التركي ثمن هذه التوترات الاقتصاد التركي لأول مرة في 28 ربع مالي يتراجع ويسجل انكماش 1.8% في الربع الثالث من 2016 نلاحظ أن معدلات النمو استقرت عند مستويات 4.5% في الربع الأول وربع الثاني من العام الماضي طبعا كانت متراجعة معدلات نمو كبيرة 7.4% اقتصاد ناشئ يسجل تراجع إلى هذه المستويات إذن هو يمر بأزمة حقيقية ماذا عن باقي البيانات للاقتصاد التركي ما هو التوقعات بالنسبة للنمو توقعات صندوق النقد الدولي لكل 2016 2.7% الحكومة التركية تتوقع النمو 3.2% وفي 2017 من المتوقع أن يكون النمو بالنسبة لصندوق النقد الدولي 2.9% توقعات من 2019 لـ 2022 في المتوسط 3.5% معدل النمو السنوي للاقتصاد التركي معدلات ضعيفة وأقل كثيرا من المعدلات التي تعودنا عليها من هذا الاقتصاد في السنوات الماضية هذا هو أداء الدولار مقابل الليرة التركية في 2016 فقدت الليرة ما يقرب من 20% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي في 2017 وحتى الآن 5% تقريبا للتراجعات ونلاحظ التسارع في الأداء بالنسبة لي قوة الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية ربما نشهد حاليا بعض الحركة التصحيحية ولكن لاحظوا هذه الحركة القوية في الارتفاعات والتي تلت هذه التوترات السياسية ومحاولة الانقلاب العسكري على الحكم في تركيا أسباب الضغوط على الليرة التركية بداية الغموض السياسي حتى الآن لا أحد يعلم كيف ستتطور الأمور سياسيا داخل تركيا وبالتالي كل هذا يؤدي إلى الكثير من الضغوط على الاقتصاد وعلى الأسواق المالية وعلى قطاع الأعمال ارتفاع معدلات التضخم بنسبة عالية طبعا والتوترات الأمنية في تركيا والحوادث الإرهابية والتهديدات التي أيضا تتسبب في الضغوط على الاقتصاد إجراءات الحكومة التركية اتخذتها لدعم الليرة طبعا سعر الإقراض لليلة واحدة تم رفعه 75 نقطة أساس هذا بالنسبة للمعدلات البقاء على سعر إعادة الشراء بالنسبة لتركيا ثابت في الإجراء الأخير وخفض نسبة احتياطي الصرف في البنوك هذا بالنسبة للإجراءات الحكومية بالإضافة إلى بعض الدعاوي لتحويل المدخرات من العملات الصعبة لليلة التركية طبعا تواجه الكثير من الصعوبات ولكن يعني معدلات التضخم هي التي وصلت إلى هذه المستويات إذا كان التضخم وصل إلى 9.2% في يناير 2017 لاحظنا التطور في التضخم في أشهور الأخيرة في تركيا 6.6% كنا في أبريل 2016 في يوليو 8.8% وديسمبر كان 8.5% وصلنا إلى مستويات مرتفعة للغاية من التضخم والذي يدفع البنك المركزي لرفع الفائدة لكبح جماع هذا التضخم ماذا أيضا بالنسبة لمؤشرات الثقة الاقتصادية نقارن نوفمبر 2016 86.5% تراجع في ديسمبر إلى 70.5% طبعا التراجع كبيرا تحدث يعني تقريبا عن 16 نقطة يفقدها الاقتصاد التركي من مؤشرات الثقة هذه طبعا نسبة كبيرة أو تغير كبير في الثقة في الاقتصاد التركي قطاع السياحة وهو قطاع مؤثر وفعال وهام طبعا تأثر بهذه الأحداث عدد السياح تراجع تقريبا 29% من 42 مليون سائح في 2015 إلى 30 مليون سائح في 2016 تراجعت أيضا الإرادات بطبيعة الحال من 31.6 مليار دولار حققها الاقتصاد التركي في 2015 إلى 20 مليون دولار في 2016 ولازالت الأرقام في تراجع يعني 37% نسبة تراجع تعتبر كبيرة للغاية في بلد سياحي مثل تركيا تعتمد على السياحة في دخلها القومي بشكل كبير الاقتصاد التركي يعاني من هذه الضغوط وكما ذكرنا هذه ليست فقط الضغوط الوحيدة ولكن لدينا أيضا الضغوط على الأسواق الناشئة والتي التسحب والتدفقات النقدية والتدفقات رؤوس الأموال من هذه الاقتصادات ومع هذه الأزمات يصبح الاقتصاد التركي طاردا للاستثمارات ولرؤوس الأموال ويتعرض للمزيد من الضغوط